فكرة أو مسألة إعراض اللعبين بيتم بشكل منظم بشكل مدروس جدا وفقا في الأول وفي الآخر ليه؟ يعني المعايير واحتياجات المدير الفني فخلينا نسيب الحتة دي شوية ليه؟ المدير الفني إن هو يقوم بيها وما نتدخلش قوي طبعا إحنا كلنا بنبقى كل الجماهير بتبقى بتوعى تتكلم إحنا عايزين صفقة كذا عايزين مهاجم عايزين حرس مارمى عايزين مش عارفة دي بتبقى وجهات نظر بتبقى يعني أراء خارجة من خلفية حب أو غيرة على الفريق خوف على الفريق في الموسم الجديد لكن القصة دي أعتقد بتبقى يعني المسؤول عنها في الأول وفي الآخر هو المدير الفني ليه هو المسؤول عنها؟ لأن في الآخر في الأول برضو هو اللي حيحاسب عليها فنتمنى الفترة اللي جاية نكون داعمين بشكل أكبر من كده لأن تاني مكتسبات أو المكتسبات اللي حصلت الموسم الماضي عظيمة جدا جدا ومن المؤكد إن شاء الله إن الحفاظ كمان عليها يعني أمر مش سهل لكن حيكون وحيحقق على الأرض ولو أنت بصيك كمان لكل أنديت العالم يعني ما فيش نادي عمل كل المركات وزي ما الجماهير بتاعته عايزة فتاني الموضوع مطروك ليه المدير الفني وليها حسابات فياريتنا ننتظر وندعم الفريق وندعم مارسل كولر في الفترة اللي جاية هو دا اللي احنا أكيد بنتمناه ننتمنى اشتركوا في القناة